اشتركوا في القناة بكذا طريقة مختلفة هنبني دايرة بسيطة وهنشوف ازاي نقدر نتعامل مع المايكرو كنترولة كديجيطال اوتبوت سواء على مستوى البن او البورت هنشوف ازاي نقدر نعمل variable declaration وهننتهي بحاجة اسمها sequential control على مجموعة من الLEDs المايكرو كنترولة اللي احنا بنتعامل معاه فيه خمسة بورت مختلفين فيه بورت A, بورت B, بورت C و D لحد ال E بالنسبة لبورت A في البنز اللي انا ليا لأكسس عليها هي ال A0, A1, A2 لحد ال A7 نفس الكلام لB0, B1, B2 لحد B7 دوت في بورت B في بورت C معايا C0, C1, C2, C3 لحد C7 بورت D معايا D0, D1, D2 لحد D7 اما بالنسبة لبورت E فمعايا 6 بنات بس E0, E1 لحد E6 فعلى سبيل المثال اذا استخدمت اي بورت فيهم كاوتبوت فمثلا بورت D وقلت ان بورت D بيساوي 0B ف0BD دي معناها بايناري معايا كده ان انا هدي للبورت ارقام كلها بشكل اصفار وحاية ولازم هيكونوا 8 ارقام فهنا ابتديت هنا 10011101 فمعايا كده دوت D7 ده D6 دوت D5 لحد هنا دوت D0 معايا كده ان D0 بيساوي 1 ال D1 بيساوي 0 ال D2 بيساوي 1 لحد D7 بيساوي 1 خلينا نبص على البرنامج اللي كتبناه المرة اللي فاتي اول حاجة ابتديت وعرفت ان انا عندي External Oscillator وقلت ان F underscore CPU بيساوي 16 ميجا هيرتس دي ال External Oscillator اللي موجودة مع الكت بتاعت المايكرو كنترولر اذا معرفتش السطر دوت المايكرو بتاعك هيشتغل بس هو هياخد الرقم ال default اللي جاي مع البروغرام بعد كده عندي hash include avr io.h ودي بتعرفلي ان انا هستخدم المايكرو كنترولر كإمبوت وكأوتبوت ديفايس والكلام ده هتلاقي موجود في الهيدر فايل بتاعه hash include avr delay.h ودي علشان انا هستخدم delay function فعندي هنا استخدمت underscore delay underscore ms 500 ميلي سكند معنى كده ان ال delay دوت هيبقى كل نص سكند ابتديت الاول بان انا حددت data direction register لبورت دي وقلت له ان هو بيساوي 0xff ف0xff دوت عبارة عن hex 0xff ممكن اعرفه ان هو binary مثلا واقول ان هو 0b111 للف الاولينية وبعد كده 111 للف التانية او ممكن اعرفه بطريقة decimal ممكن اكتب decimal 255 فاذا حبيت اشيل 0xff ممكن اكتب مكانها 0b1111 او ممكن اكتب 255 بطريقة مباشرة زي كده فخليني ارجعها زي ما كانت بعد كده البرنامج بتاعي انا كنت عايز ان ال bin d5 تبقى on لمدة نص ثانية وتبقى off لمدة نص ثانية السطر الاولاني بقول فيه port d وبعد كده بقول or فبقول or واحد مع البن دية يعني معنى كده ايه اروح الى port d وملكش دعوة بالبن رقم سبعة وملكش دعوة بالبن رقم ستة وكذلك البن رقم 4 و3 و2 و1 و0 اما البن رقم 5 اللي هي موجودة هنا فانا بقوله اعمل or مع البن دية اللي هنا هكتبها مثلا اكس كابتا فالبن دية اعمل or مع الواحد فمعنى كده or اي رقم كان موجود هنا سواء كان صفر او واحد مع واحد فبيديني الاودود دوت هيبقى لازم 1 فمعنى كده هعمل لها set فالسطر دوت بيعمل لي set للبن بعد كده قلت له اروح الى port d والبن رقم 5 بيسيب كل البنز الباقيين ماليش دعوة بيهم وبقوله اعمل and مع الرقم اللي هو عكس الواحد فمعنى كده and 0 مع 0 ب0 وand 1 مع 0 ب0 فأي رقم هنا هيتعمل له and مع عكس الواحد اللي هو الصفر هيديني 0 فالسطر ده انا بعمل فيه reset تعال اعمل build وبعدين خليني اروح على tools بعد كده device programming علشان احط الhex file بتاعي على المايكرو كنترولر وشغله ساعات لما هروح على device programming هلاقي مش متعرف على المايكرو فهروح على tool هلاقي المايكرو بتاعي هنا وبعد كده زي كل مرة هقول apply وبعدين هروح على memories وهختار الفايل بتاعي هنا هتغل double click هروح على المكان بتاع الhex file وهختار الhex وهقول open وهعمل program فانا عشان كل شوية هتعمل مع المايكرو ك-input وك-output وهستخدم ports مختلفة فوصلت كابلات زي ما انت شايف كده الالوان المختلفة دي بتدي تسمي كل كابل فيهم مثلا ده بي 4 بي 6 عشان صعب هتعامل معاهم بالشكل اللي انت شوفته فوصلت كابلات لport B, port D, port A, port C دلوقتي انا موصل ground على الخط الازرق والVCC على الخط الاحمر وهوصل البن D5 فهتلاقي الLED بيعمل blinking كل نص ثانية طب هل في طريقة تانية ممكن اكتب نفس السطر دوت هتلاقي ايه ممكن اشيل الore وبدل ما انا هاعد اقول له اعمل or مع البن رقم 5 او مع البن رقم 4 مثلا كل اللي هاعمله هادي له الرقم على طول مثلا هقول 0B بعد كده 0010000 وبعد كده هقول له هنا هقول 0B بعد كده 00000000 فكده انا هعمل set و reset بنفس الطريقة او ممكن بدل مكتب الرقم ده في شكل binary ممكن اكتبه في الشكل decimal فهقول 32 وهنا هقول 0 لان 32 هو عبارة عن 2 power 5 اذا عملت build وبعدين اذا رحت على tools device programming apply وقلت program فهتلاقي نفس النتيجة او ممكن اكتب نفس الكود بتاعي بطريقة مختلفة تانية فممكن اقول الاول hash define وبعد كده هكتب عندي اسم variable بحيث ان انا اذا كتبت قول بروجرام هيخليلي البن رقم 5 في port d on وهكتب اسم variable تاني بحيث اذا كتبت في البروجرام هيخليلي البن رقم 5 في port d off فانا اقول define فهكتب led underscore on ممكن تكتب انت اي حاجة تانية خالص وبعد كده هقول port d or equal زي ما كتبنا قبل كده هنقول واحد وبعد كده هنعمل العلامتين دولت وبعد كده هنقول port d 5 وده هيبقى ال on mode وبعد كده هعمل hash define و led underscore off ده اللي هيخليلي البن الخامسة تبقى off بعد كده هقول port d و and وبعد كده equal وهخط علامة النط اللي هي بتعكسلي ال one وهقول port d 5 و semi column فده ال off mode وكل اللي هعمله بدل ما انا كتبت port d هنا بيسوي 32 فكل اللي هكتبه هنا هقول led underscore on نفس الكلام هاجي هنا في ال reset وهقول led underscore off وخلينا نعمل build وهتلاقي نفس النتيجة وتعال نشوف طريقة تانية لكتابة نفس الكوت ممكن نشيل السطرين دولت وبعد كده اقول define وهسمي variable اسمه led underscore toggle وبعدين هقول bin d or equal وبعد كده هقول الواحد البن d 5 وهقول semi column ومش محتاج ان انا اقول السطور دي كلها وهقول led underscore toggle والامر دوت بيقول لي ان كل مرة اعكسلي القيمة اللي موجودة في port d اذا كانت صفر خليها واحد واذا كانت واحد خليها صفر اذا عملت build وبعدين فهتلاقي نفس النتيجة شوفنا ازا نقدر نتعامل مع اي bin في المايكرو كنترولة كdigital output دلوقتي عايزين نتعامل مع المايكرو كنترولة كdigital output من خلال port كامل مش bin واحدة فعايزين نبني السيركت اللي قدامنا دي هنحط هنا مجموعة من المقاومات كلهم 330 اوم وبعد كده كل مقاومة هنوصلها بال led واول واحدة هتتوصل بال bin بتاعت البورت دي رقم 0 بعد كده البن بتاعت البورت دي رقم 1 بعد كده البن بتاعت البورت دي رقم 2 لحد البن بتاعت البورت دي رقم 7 بحيث ان احنا هنستخدم ال led عشان نبني طرق مختلفة من السيكوينشال كنترول فاول حاجة عايزين نعمل الترو ستيبل اللي قدامنا دي بحيث ان التمانية leds هيكونوا off عند اول ثانية بعد كده بعد 0.2 second عايزين الاول واحدة تبقى on والباقي off بعد 0.2 second عايزين تاني واحدة تبقى on والباقي off بعد 0.2 second التالتة تبقى on والباقي off لحد ما يبقى الاخيرة on والباقي off وبعد كده هنرجع تاني نعيد نفس السيكوينش من الاول فعايزين نكتب كودي ينفذ الكلام ده ويطلعوا على السيركيت اللي احنا بنيناها فانا دلوقتي باستخدام data direction register لport دي حددت ان كل البنز بتاعتهم output المرة اللي فاتت كنت مستخدمهم hexa والمرة دي مستخدمهم binary ففي كزا طريقة ان احنا نكتب كودي يحللنا المشكلة اللي احنا شفناها فممكن مثلا طريقة منها ان نعرف ان عندي فيه integer هقول ant وبعد كده هقول mypet وهقول ان هي بتساوي مثلا 0 وبعد كده هبتدي بان port دي equal 0 decimal وهقول delay underscore ms one second اللي هي الف ميلي سكند وبعد كده هعرف ان فيه عندي for loop وهقول for ant i equal 0 بعد كده semicolon وهقول i اقل من او يساوي السبعة وهقول semicolon بعد كده هقول i plus plus فانا دلوقتي عايز ان المايبت دي تبقى ب2 power 0 بعد كده 2 power 1 بعد كده 2 power 2 لحاجة 2 power 7 وهخلي الport دي يساوي المايبت او يساوي الفاريابل ده اذا قدرت اوصل للوجيك ده معنى كده ان انا حليت المشكلة بتاعتي فكتبت هنا for loop في الاول وهبتدي من عند i بتساوي 0 لحاجة i بتساوي 7 فاول مرة هقول ان mypet بتساوي 1 وسيميكولم هنزل اكتب الفور loop الداخلية اللي هي هتعمل لي المضروب فهقول int بعد كده j equal 1 وجي اقل من او يساوي ال i وجي plus plus وبعد كده هقول ان mypet هقول ان هي cross equal 2 فهي في اول مرة مش هتخش جوه اللوب دي وهيخليلي المايبت بتساوي 1 تاني مرة هيخش جوه اللوب فهيلاقي ان mypet بتساوي في الحل دي ات واحد فهيضرب 1 في 2 فمعنى كده يخليلي اقيمة 2 لما يعمل اللوب مرتين بعد كده هيدرب اللي 2 في 2 هتبقى 4 اللي هي 2 قص 2 اذا ضرب 2 تاني هتبقى 8 اللي هي 2 قص 3 فانا كده وصلت للوجيك اقدر بعد كده اقول ان for d equal mypet وسيميكولن وبعد كده هقول ال delay بتاعي اللي انا كنت عايزه underscore ms اللي انا كنت عايزه وسيميكولن وقادي الكود بتاعي اقدر ادوس F7 علشان نعمل build للبروجرام مش لازم كل شوية اروح على build وبعدين علشان نعمل load للبروجرام ممكن اقول control shift P نبتدي نبني السيركيت بتاعتنا شكرا لازمتون polit加油 ابما سيفر برجرام بتاعي برجمة نعمل اشتركوا في القناة بعد كده نحط بالناتل مايكرو كنترولة دي زيرو دي وان دي سيفن فتلاقي البرنامج زي ما احنا كنا عايزين طب خلينا نشوف ازاي ممكن نستخدم mass operations علشان تحقق نفس اللوجيك اللي شفناه فمش لازم نستخدم مثلا الvariable وممكن بدل السطور دي كلها نشيلها ونقول port d equal بعد كده هنقول ceiling عايزين نعمل تقريب للاعلى وبعدين هنقول power p o w وبعد كده 2, i وهنقول semi-color فده نفس اللوجيك اللي احنا كنا عايزين نعمله بس عملناه بfor loop علشان لما تستخدم العمليات الحسابية زي power والsign والcosign بتاخد من الميموري بتاعتك فpower ده بيقولي ان دي هتبقى 2 قص i اللي هي هتبقى 2 قص 0 بتسوي 1 بعد كده 2 قص 1 بتسوي 2 بعد كده 2 قص 2 بتسوي 4 نفس الكلام فبقولك ان بورت دي هتسوي الكلام ده امر ceiling ده بيقولي ان اي قيمة هتطلعلي اعمل لها تقريب للقيمة العالية لارب انتجر فهندوس F7 وبعد كده ctrl shift B وهتلاقي نفس اللوجيك اللي احنا كنا عايزين نوصله في الكود بتاعنا شفنا ان احنا استخدمنا انتجر طب ايه الانواع التانية اللي ممكن نستخدمها علشان نعمل declaration لأي variable الانتجر اللي احنا استخدمناه هو عبارة عن signed وبيتحجز له 4 bytes اذا متأكد ان الانتجر بتاعك دائما هيبقى بوسطف ممكن تستخدم ال unsigned integer وهيتحجز له برضو 4 bytes اذا انت عارف ان الانتجر values اللي انت هتستخدمها مش هتبقى اكتر من 128 فممكن تستخدم int 8 underscore t علشان تعمل declaration للvariable وده هيوفر طبعا في الميموري لانه هو بيحجز له 1 byte اذا انت عارف ان الvariable اللي هتستخدمه الرنج بتاعه هيبتدي من الصفر وهينتهي عند ال 255 فممكن تستخدم unsigned t 8 underscore t فمعنى كده انه هو بيحجز له 8 bits او 1 byte في عندنا int 16 underscore t بيحجز له 2 bytes او 16 bits وفي عندنا unsigned integer 16 underscore t وده بيحجز له 16 bits و unsigned فده الامر بتاع ال declaration اللي هتكتبه في الاتمي الستوديو عندك في عندنا int 64 وده هيحجز له 8 bytes وفي عندنا un 64 ولازم تقول دايما underscore t وفي عندنا انواع تانية هنستخدمها برضو مع بعض وكل لما هنكتب برامج اكتر في عندنا l char او character والl char ده دايما بيكون signed character بيحجز له 1 byte ال unsigned char بيحجز له برضو 1 byte بس كلهم unsigned وبعد كده float الاتمي الستوديو بيحجز له 4 bytes فتقدر تقول float x وفي عندنا double والdouble دوت 4 bytes وده الامر اللي انت هتكتبه علشان تعمل declaration لvariable سواء x, y, z او اسم اي variable في النهاية عايزين نكتب برنامج على port دي بحيث انه هو هيعدلي binary يعني مثلا هيبتدي 0 بعد كده 1 بعد كده 2 بعد كده 3, 4 لحد ما يخليلي ان الport دي هيبقى كله on لحد 255 فممكن علشان نعمل الكلام ده فهنقول مثلا ان port دي equal i وهنقول ان int i equal zero i اقل من او تساوي 255 و i plus plus ومش لازم نعرف الport دي هنا لان هي كده كده هتبتدي من عند الصفر لحد ال 255 وتعاله نقول build او f7 وبعد كده نقول control shift b كده نقول control shift b وهتلاقي port دي بيتغير من الصفر لحد ال 255 بحيث انه هو بيبينلك طريقة العد على ال binary في شكل 8 LEDs وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع محاضرة النهاردة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر